وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لجولتنا اليومية في بلاط صاحبة الجلالة واستعرض لأبرز عنامين الصحف المصرية ومعانا ومشرفانا ومن ورانا الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة شباشي صباح الخير على حضرتك صباح الفل عليك وعلى كل المشاهدين صباح الخير على حركة أستاذنا حركة نحن قبل ما نبتدي النقاش نحن نشوف أبرز عنامين الصحف النهاردة ونرجع بقى نتكلم بالتفصيل طبعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بحضرتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام ونرحب مرة تانية بضفتنا الكريمة الأستاذة فريدة شباشي اهلا بحضرتك مرة تانية اشتركوا في القناة 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 هو في القناة اشتركوا في القناة في الشوارع اشتركوا في القناة 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 بدأ يبان عبقريتهم وهم شباب عشان كده النهاردة شبابنا يعني الرئيس بيعتمد عليه وبيديره ثقة في نفسه يعني بيقوله أيوة أنا حاسس باللي أنت بتعمله وكمل وضيف وبتكر واخترع وابني يعني كده نعم احنا لسه في صحيفة اليوم السابع أو مع صحيفة اليوم السابع وعنوان مصر تتصدر العالم في إنتاج الهدروجين الأخضر جهود كبيرة جدا بتقوم بها مصر في الأوينة الأخيرة في السنوات الأخيرة للحفاظ على المناخ بشكل عام وللحفاظ على البيئة يعني المجهودات اللي بتقوم بها مصر مش احنا بس اللي مستفيدين بيها لكن العالم كله مستفيد ولذلك العالم كله عندنا النهاردة ليه؟ لو كنا بنقول كلام كده يعني بس فضل مجالس زي ما بيقولوا أو لا ده احنا فيه على أرض الواقع وعلى أرض المصرية واضح إن ده رئيس فهم يعني إيه أهمية المناخ وعلى فكرة هو متكلف في الموضوع ده من زمان من كذا سنة يعني واعي به فالنهاردة لما تيجي أنت تلاقي ناس بتشوف مصر بتعمل المشاريع بالعلى الهدروجين الأخضر مصر بتحاول النهاردة على فكرة إحنا عندنا أنا قريت زمان مرة إن مصر عندها طاقة شمسية لما تستغل وتستثمر بشكل جيد يعني ممكن تدي كهرباء للعالم كله ببلاش مثلا لو عايز فإحنا عندنا إمكانيات وعندنا مصادر ثروة ومصادر نهوض ومصادر رفاهية للشعب كانت مهملة يعني كانت الحاجات على بستورة حاجة وباعها أغلى وكده يعني إحنا عارفين كل ده الحمد لله كل ده خلاص بقى صفحة اتطوت والنهاردة العالم كله بيهيجي المصر لأنه معترف بأن النهج اللي نهجته في سبيل المحافظة على البيئة وعلى الكون كله وعلى الكرة الأرضية وعلى البشر كلهم مظبوط ومش كلام والهدروجين الأخضر بما إن الخبر كمان بيتكلم على إنتاج الهدروجين الأخضر أهميته بالنسبة للمناخ بشكل عام وكمان للستثمارات اللي بتتم في مجال الهدروجين الأخضر ده برضو من ضمن الموضوعات المهمة جدا لأنه أنت النهاردة هتستثمري في إيه يعني قصدي هتفتحي أبواب الاستثمار وتفتحي النوافذ لكل اللي عايزين يستثمره في مصر والمصريين اللي عندهم أفكار في إيه مش في الحاجات اللي هتزود التلوث بالعكس في الحاجات بقى اللي بتتواكب مع المستقبل المستقبل مستقبل الكرة الأرضية رهن الاهتمام بالمناخ لأنه لو كمنا لقدرنا لو كنا كمنا على كده وكويس إن مؤتمر شرم الشيخ ده محطة محطة مهمة جدا وحيذكرها التاريخ إن العالم كله وعى أهمية المحافظة على المناخ والمحافظة على إنه يعني أو منع أي تدهور أو أي مبعثات سامة زي ما كان بيحصل بفوضة كده وبتاع علشان يكتبه شوية وبعدين يعني أنا عيش النهاردة وكل الشعب يبوت بكرة لا نعم ردود أفعال أيضا الحاضرين كانت مختلفة في هذا المؤتمر جد في قب 27 والحرص على إنه لابد من التنفيذ بالفعل على أرض الواقع أي أن كانت الظروف العالمية بالضبط ما ذا اللي بقوله لك بقى إيه إنه أنا ممكن أسمع أسمع طيب ويه بقولك اللي سمع مش زي اللي شاف لكن اللي مناس يجي تشوفه وتلف في شرم الشيخ وتشوف تطبيقات المناطق الخضرة اللي في شرم الشيخ الحقيقية بقى دولوا قفين على الأرض يعني مش إنه محدش قال لهم مش حاجة نظرية مش شرح شفوي لا ده فعلا هم شايفين ده وحاسين إن مصر يعني زي ما تقولي هي بقت دولة رائدة في هذا المجال نعم وعلى ذكر مصر بقت دولة رائدة نروح لصحيفة الوطن وعنوان مصر بتتغير الإشادات الكبيرة والعالمية بتنظيم كاب 27 تدل على أن مصر بتتغير فعلا للأفضل في كافة المجالات لأن بالفعل كان فيه إشادات كبيرة وكمان الشباب كان ليهم دور في التنظيم كمان الشباب كان ليهم دور طبعا طبعا والرئيس يعني أشاد بمجهودهم وبأداءهم المحترم والمشرف لأن شوفي الشباب هو الأمل نعم الشباب يعني أمل مصر هو الشباب المصري لأنه هو ده اللي هيقود بعد كده مصر للمستقبل لمستقبل لمستقبل مظهر لمستقبل محترم لمستقبل خالي من الأزية الإذاء يعني أنت لما تلاقي كل الناس اللي كانوا بيهربوا من أي التزام اضطروا يجوا شرم الشيخ وحيلتزموا يعني هيلتزموا يعني زي ما الرئيس قال كده خلاص الوعود انتهينا ولا تعهدات احنا عايزين التنفيذ للتعهدات نعم قمة التنفيذ نروح لصحيفة الأخبار وعنوان الرئيس السيسي أقول شباب مصر قدموا صورة عالمية مشرفة في تنظيم قمة المناخ زي ما كنا لسه بنتكلم أن فكرة الإشادات الدولية بالتنظيم المصري الشباب كمان كان لهم دور ومهم جدا أن الشباب دائما ما يكون لهم دور ودور واضح في تنظيم المؤتمرات والأمور العالمية شوفي كل الشباب ما القيادة تديهم ثقة بيدوا أحسن ما فيهم وأحسن ما عندهم وأحسن ما في أفكارهم يعني بيعودوا يعني يحسوا أنه هم مش كم مهمة كده لا لهم عنصر فعال وجذري وأساسي في المجتمع المصري نعم نروح لصحيفة الأخبار وعنوان إطلاق أول خريطة رسمية لتقييم حساسية تغير المناخ وعنوان آخر مصر بتبهر العالم ابتسم أنت في شرم الشيخ بالضبط كده أنت لو بتقري كل أكيد عندنا هنا في القناة يعني بيجيبوا برضو كل الأصداء اللي في العالم يعني ما فيش حد مش مبهور نعم يعني ليه؟ لأنه مصر من كام سنة كده يعني زي ما تقولي تهمشت شوية فالنهار ده بترجع تاني بكل قوتها بكل رونقها بكل تراثها بكل قيمتها الحضارية لأنه أنت لما تخلي الحضارة تتواصل أنت بتنهضي يعني بناتي الأهرام بناتي السد العالي هتبني بعد كده حاجة برضو العالم كله هيتكلم عنها بالشباب مش بيلا وابتسم أنت في شرم الشيخ لأن هي مبدئيا يا شرم الشيخ طبعا جميلة ورائعة طول عمرها وتاني حاجة لأن هي بالتصديف كاب 27 وتالت حاجة لأن هي كمان مدينة خضراء لأنها مدينة خضراء طبعا ده اللي بقولولك يعني إيه مدينة خضراء يقولك يعني مدينة خضراء لا تعالى مدينة خضراء يعني شرم الشيخ شوف أهو كذا شوف أهو ده المنطقة دي الخضراء دي شوف هنا الحاجات بالهيدروجين شوف يعني الواقع قدام الناس عشان كده فيه أصباق رائعة لأنه مش مش يعني مش حاجات كده خطب عصماء من غير أي إيمة لا ده فيه واقع شايفينه عايشين زي أنا لما بقول مثلا لما بيجو جماعة الشر يقولك وما فيش وما بيعملش حاجة لا بيعمل احنا شايفين الطرق وشايفين الكبار اللي بتسهلين على فكرة أنا دايماً أقول لما بيبقى فيه تكدر سيارات يعني حكاية المترو دي الكهربائي دي رائعة كمان لأنه فرنسا فيها مترو إحنا عندنا 100 مليون ومفيش مترو يعني كان تقريباً مفيش يعني ليه؟ لأنه الانبعاثات اللي بتتعمل السيارات اللي بتقف في الزحمة دي بتدمر الدنيا وبتدمر نحن يعني بيتصرف مليارات على الأمراض الناجمة من التلوث البيئة والتلوث الجو فالنهار دا لما تيجي تعملي مجتمع خالي من من هذه الأمراض البشعة بتاعة التكدس وال والقاء أي قمامة حرائق مش عارف لا كل دا احنا بنرجع تاني بنسترد الهوية المصرية الحقيقية نعم وإحنا كمان بنسترد مكانها والمكاناتها نعم 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 بنسترد الهوية المصرية العالم كله الآن في حاجة إلى كوب 27 طبعاً يعني كوب 27 حتى الخضور الدولي اللي كان موجود كان مهتم جداً بهذه القمة تحديداً وأنها لابد أن كل الوعود تحول إلى تنفيذ على أرض الواقع وأنها بمثابة الفرصة الأخيرة لنقاذ العالم هو أن أهميتها بالزبط بالزبط نروح لعنواننا مجلة روزيليوسف كوب 27 مصر تنجح مصر تبدع مصر تنتصر صح؟ فيما يتعلق بقابة 17 تنتصر بإذن الله ستنتصر على كل حاجة كل مجال مصر هتنتصر فيه لأنه فيه إخلاص نعم فيه قيادة مؤمنة بأهمية مصر فيه قيادة مفيش مرة بتطلع من غير ما تقولينا تحية مصر نعم الواقع بيكذب الإدعاءات طيب خلينا ناخدها كلمة كلمة لأن كل كلمة في هذا العنوان هي مهمة جداً تمام مصر تنجح مبدئياً حريك شايفة مدى نجاح حققته مصر في تنظيم هذا المؤتمر كوب 27 والخضور الدولي اللي خصل للاهتمام بما تنادي به مصر وخاصة أن مصر كانت واضحة جداً لابد من التنفيذ من خلال هذه القمة الضبط كده لأنه النهاردة مرحلة التعهدات انتهت نعم يعني أو الوعود النهاردة رأي من قلت على بقى انت قلت لي كذا كذلك طب يلا ننفذ بقى نعم دا ما تتصوريش الأصداء اللي عملها في العالم كله يعني مش راجل مثلاً أو قائد عايز يولعها زي البعض اللي بيبعد صواريخه وطياراته وذباباته لا دا عايز الصلح عايز البناء فلما بيتمنى البناء لدول أجنبية مبالك بقى بمصر حبيبته يعني طبعاً طيب الكلمة الأخرى بعد مصر تنجح مصر تبدع الإبداع الذي حدث من خلال التنظيم من خلال المشاركات من خلال التحضيرات لما قبل قب 27 نعم تشوفي انت لما تكوني انت دولة يعني برضو دولة نمية يعني برضو يعني لسه احنا عالم ثالث برضو يعني كنا يعني بس الحمد لله بناخد طريقنا للعالم الأول وده المهم آي وهو بقى النهاردة مصر تبدع في إبداع أكثر بان كنت تستضيف الكرة الأرضية كلها كل القادة تقريباً كل القادة يعني ويبقى كلامك مسموع ومقدر وشوفي بيجولك من كل حتة في العالم أكبر قيادات يعني سواء احنا راضين عنهم ولا مش راضين بس بيجوا لأنه هنا دي يعني دي مرحلة مفصلية في التاريخ البشري كله يعني شرم الشيخ دي هتكتب مع الأحداث الأعظم الأحداث العالم هنا تأتي كلمة مصر تنتصر لأن مصر تنتصر في أنها تنجح في تنفيذ ما تتمنى للعالم كله يعني الموضوع مش متعلق بمصر فقط لكنه متعلق بالعالم كله وحياة العالم كله لا وبتنتصر كمان بأنه موقفها ده بيلزم المتلعبين أو المترددين في أنهم لا يبتدوا بقى يشتغلوا لخير الكرة الأرضية كلها والبشرية الجنس البشري كله مهدد فمصر النهاردة خطوة هتبدل في التاريخ ناصعة البياض ومشرفة لنا والتاريخ كله نروح لموقع القاهرة الإخبارية وعنوان ما أهمية قمة المناخ للقارة الإفريقية قب 27 وخبراء يجيبون فكرة الاهتمام أو ضرورة الاهتمام بالقارة الإفريقية لأنها مهمة على مستوى العالم ولأنها متضررة بشكل كبير نتيجة للتغيرات المناخية وقب 27 مهتم جدا فيما يتعلق بالقارة الإفريقية وكيفية التعامل مع هذه التغيرات المناخية ومساعدتها على التغلب على الصعوبات فدي برضو حاجة يعني أول ما ندى بها هو الرئيس السيسي أول واحد نتكلم عن القارة الإفريقية لأنه كمان الرائع في رؤية هذا القائد إيه هو الرائع؟ إنه أفريقيا بدل ما تتدهور وتروح وتنتهي وتتصحر بالعكس ممكن تبقى جاربة تخل البشرية كلها فيها أراضي زراعية ممكن تستثمر وتستغل في زراعة كل ما يحتاجه العالم من أغذية لأن قارة عذراء لسه يعني عارفة بس بيضمروها بالتلوث البيئي فلما يوقف التلوث البيئي هتوقف هي على رجلها تاني وحتبقى لصالح البشرية كلها فأفريقيا الرئيس مهتم جدا أن الدول الغنية السرية اللي هي بهدلة العالم كله على الأقل تساعدها في النهاية يعني تساعد أفريقيا تدعمها ماليا علشان تقدر تنطلق بقى في الأفق الحقيقي وخصوصا أن قارة إفريقيا هي قارة غنية بمواردها طبيعية يعني بمجرد ما يبقى فيه الأمور المالية والاقتصادية ليها حلول إذن كل هذه الخيرات ستكون موجودة وتعم على العالم أيضا بالضبط بالضبط كده وده اللي قاله الرئيس لأنه ده العالم كله حيستفيد ما هو المصيبة أن فيه يعني انفرض بقيادة العالم في فترة قيادات أنانية يعني أنا مثلا بكسب لي مليار دولار أو مليار جنيه أو مليار ريال أي حاجة يعني بالمليارات يبقى الباقي يتفلق بقى يحصلوا ليحصلوا لا احنا عندنا رئيس بيفكر في مصر بس بيفكر في خير مصر وخير العالم كله وده بيبان من كل تصرفاته يعني هو أكبر مدافع كان على القارة الإفريقية وخصوصا القارة الإفريقية متضررة ولم تفعل شيء فيما يتعلق بهذا الضرر العالمي بالضبط كده بالضبط كده فهو زي ما تقولي إيه لسان العدالة يعني بيطالب بالعدالة للقارة الإفريقية للدول اللي مش قادرة وبيطالب أيضا بقوة شديدة جدا رضع المتهولين بالمناخ نعم يعني بإنه زي ما تقولي إيه يعني معلش التعبير بس يفضحهم قدام العالم كله مش هقدروا يكملوا كده هي عمونا أستاذ فريدة في الأوين الأخيرة تغيرات المناخية أصبحت هي الفضح الأبرز بالنسبة لكافة دول العالم بالضبط التغيرات المناخية وحرائق الغابات وجفاف الأنهار وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض وإن بقى فيه كمان منظمات عالمية كثيرة بتحذر من إن هيبقى فيه أمراض جديدة تطرق على العالم نتيجة لهذه التغيرات المناخية أصبح الموضوع لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال بعيدا عن إن مصر منذ سنوات وهي تحذر من هذا الأمر بالضبط وبعدين بقى عايز أقولك على حاجة ما أنت عندك إحنا شفنا الأمثلة اللي أنت بتقولي عليها اللي هي غضب الطبيعة والتطور الأسوأ يعني اللي حصل فيها ما إحنا شفنا باكستان حصل فيها إيه يعني تلت باكستان غير وفي أمريكا فيه أنهار جثت وفي أوروبا يعني فيه الجديد مثلا بينزل يعني فيه يعني التلوث البيئي بيغير كل اللي إحنا عشناه وكل اللي عاشته الأجيال السابقة والجيل اللي جاي بقى مش هيعيشه لو كم اللي قدر الله على كده حيموت فإذن يعني فيه وقفة كانت حاسمة ولابد منها وبتتكتب سطورها في شرم الشيخ نعم بإذن الله الأساسة فريدة شباشي الكاتبة الصحفية جزيلا شكرا على حضور حضرتك وعلى هذه الجولة الصحفية شكرا جزيلا لحضرتك